السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش شك انك كل دلوقتي يبقى عارف ان اليوتيوب ممكن يكسبك فلوس عن طريق انشاءك لفيديوهات. واصبح بامكان اي حد فتح قناة والبدء في نشر الفيديوهات. في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر عشر قناوات ربح من اليوتيوب في سنة عشرين اتنين وعشرين. وعشان ابصتها عليك في قناوات بتكسب عن طريق رفع الفيديوهات ووضع الاعلانات على الفيديوهات. وكل ما جابت مشاهدات اكتر الشخص اللي بيصنع محتوى كسب اكتر. ولكن في كم شرط كده عشان تبدأ تكسب من اليوتيوب. وبتتنوع مصادر الدخل في اليوتيوب. مش بالضرورة اعتماد صنع المحتوى على المشاهدات بس. بيكون في مصادر تانية زي انه بيعمل اعلان لمنتج جسد الفيديو بتاع او اعلان لمكان. قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. في المركز العاشر بريستون ارسمين. بقدم بريستون محتوى عن الالعاب وبدأ محتوى في فيديوهات عن لابة ماينيكرافت. ووصل دخله ستاشر مليون دولار في السنة الاخيرة. في المركز التاسع لوجان بول. وبيقدم لوجان المحتوى عن المولاتما ولعبه مباريات امام ابطال عالم سابقين في اللعبة. وقدر يحقق ثمانتاشر مليون دولار في السنة الاخيرة. في المركز الثامن دودو بيرفك. بيقدم خمس اشخاص محتوى رياضي وكوميدي وبتمتلك القناة خمسة وسبعين مليون مشترك. وقدرت تحقق القناة عشرين مليون دولار في اواخر سنة عشرين اتنين وعشرين. المركز السابع ريان كاجي. بدأ ريان قناته في سنة الفين وخمستاشر. وبيقدم محتوى عن الالعاب الاطفال. واصبحت قناته اكبر قناة بتقدم محتوى عن الالعاب الاطفال. وقدر يحق سبعة وعشرين مليون دولار في السنة اللي فات. المركز السادس ناستيا. تبلغ ناستيا سبع سنين. ولدت في روسيا بشلل في الدماغ وبتمتلك خمس قناوات واكبرهم قناة لايك ناستيا. وعندها اكتر من سبعة وتسعين مليون مشترك. بتقدم محتوى عقلي وقدرت انها تحقها في اواخر سنة عشرين اتنين وعشرين تمانية وعشرين مليون دولار. في المركز الخامس ناسان جراهام. وبيقدم الراجل ده محتوى عن ماينكرافت اللعبة الشهيرة والعاب تانية. وقدر يحقق تسعة وعشرين مليون دولار في سنة عشرين اتنين وعشرين. في المركز الرابع هما مؤسس لبرنامج تزوء الاكل. وخلط انواع مختلفة من الاكل وتجربته وقدروا يحققها وتلاتين مليون دولار في سنة عشرين اتنين وعشرين. في المركز التالت مارك ادوار. ودي قناة العاب بيمتلكها مارك ادوار ده وفيها اكتر من تلاتين مليون مشترك. وده عمل فيديوهات على اليوتيوب في سنة الفين واتناشة. وبيقدم محتوى كوميدي وقدر يحقق تمانية وتلاتين مليون دولار. في المركز الثاني جاك بول. وجاك بول ملاك محترف بيستخدم قناته للترويج لمسارته في المولاكمة. وعنده اكتر من عشرين مليون مشترك. وقدر يحقق اكتر من خمسة واربعين مليون دولار. في المركز الاول وفي الصدارة مستر بيس. جيمي او كما يعرض بمستر بيس. من اكبر نجوم معروفين على اليوتيوب ويقدم فيديوهات ممتعة زي تهديات وهدايا بفلوس كتير. وعنده اكتر من سبعة وتسعين مليون مشترك. عنده خمس قنوات وهو من اكتر سينار المحتوي على اليوتيوب بتحقيق للاربع. بمبلغ لغة اربعة وخمسين مليون دولار.